أكلم النهاردة زميلنا الأطباء عن موضعات مهمة جداً بالنسبة لهم وبالنسبة للوسط الطبي وبتصير تساؤلات كتير أو استفسارات كتير أول حاجة موضوع القانون المسؤولات الطبية إيه اللي وصلنا له وأخر حاجة وصلنا لها كنا فيه اجتماع أو جلسة اجتماع في مجلس النواب لجنة الصحة من أقل من أسبوع عن وسيادة النقيب ببتور حسين الخيري فجلنا الحقيقة أننا بنستمع لأمور استمعنا لها من سنوات عديدة وعرفنا أنه تم تقديم مقترح من الحكومة عبر وزارة الصحة لكن الحقيقة لم يطرح هذا المقترح ولم يعلن اتناقشنا فيه أمور تم مناقشتها منذ عدة سنوات حقيقة احنا اتقدمنا كنقابة الطباء بمقترح في أكتوبر 2021 يعني من حوالي سنة بآخر مسودة لاقتراح مشروع القانون المسؤولات الطبية اللي تمسكنا فيه في جلسة مجلس النواب أمور أساسية عنوانها أنه لازم ليصدر قانون المسؤولات الطبية يعالج بالفعل مشاكل الواقع من ناحية تنظيم العلاقة في قضايا الضرر الطبي بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وما نحتاجش بعد كده أن نحن نعدله نوعات أساسية الحقيقة نرى أنه لا تنازل عنها أنه هو إلغاء الحبس بجميع عنواعه في قضايا الضرر الطبي طالما الطبيب وطالما المنشأة مرخص لها بهذا الإجراء وهذا المتعرف عليه في أغلب دول العالم اللي هي تطبق قانون المسؤولات الطبية زي الأردن، الإمارات، السعودية، العمان، ليبيا، اليمن وغيرها الجزئية الثانية لازم يكون فيه لجان طبية أو لجان فنية متخصصة هي تبحث في كل تخصص الضرر الطبي وهل ناتج عن مضاعفات لا يسأل عنها الطبيب ولا المنشأة ولا ناتج عن خطأ طبي يجبر بالتعويض المادي تابعا لنسبة الضرر جزئية يمكن اللي فيها إشكالية والناس بتتكلم فيها عن غير دراية أو عن مزايدة الحقيقة أنه بيقولوا أن الليجان دي تبقى ملزمة للقضاء الحقيقة دي غير دستورية ولو تمسك بهذه الجزئية هيرفض طبعا الموضوع دستوري إنه في الدستور ما فيش أي جهة ملزمة للقضاء لكن الليجان الفنية دي في كل المجالات زي مكتب الخبرة بمهندسين الزراعيين بتبقى جهة استشارية للنيابة والقضاء لكن في العرفة المتعرفة إنه بيأخذ برأيها بنسبة تسعة أو أكتر من تسعة وتسين في المئة كمان زي المساري الحالي في قضايا الضرر الطبية والإهمال الطبي اللي هو الطب الشرعي الجزئية لأخير الحقيقة واللي سمعنا فيها كلامه عشان نبقى بنتكلم بوضوح إنه عرفنا إن وزارة المالية معترضة على جزئية تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة للأطباء وطبعاً اعتراضها ده ناتج عن إنه يبقى مقترحين إن جهة العمل تتحمل جزء جهة العمل الحكومية تتحمل جزء من قسط التأمين لكن الحقيقة زي ما قلنا برضو في مجلس النواب من الشرط يبقى رأي الجهة التنفيذية صحيح لكن اللازم يبقى قرار صحيح ولازم يبقى القانون صحيح ده الاستقرار للمنظومة الصحية وزارة المالية بتنظر إن هي هتصرف لكن هي ما بتنظرش لإن الصحة واستقرار للمنظومة الصحية هو عائد استثماري الحقيقة على الدولة وهي أحد أهم النقاط لوقف نزيف الهجرة الأطباء والفريق الطبي بشكل عام لخارج مصر الجزئية برضو أو القضية التانية اللي بتهم الناس وبتسهل عنها المنشآت الطبية الخاصة والتعقيدات اللي بتشوفها الناس وبتوصلنا سواء بشكاوة أو سواء بنتبعها على أرض الواقع من تدخل أو من اشتراطات جهات معنية أو مرتبطة بترخيص المنشآت الطبيعة زي الدفاع المدني والجهة الإدارية والبيئة وغيره مفترض طبقاً لقانون تتكلمنا فيه في اجتماع مع الوزير مفترض طبقاً لقانون منشآت الطبيعة الخاصة إن وزارة الصحة لعلاج الإدارة المركزية لعلاج الحر هي المعنية بإصدار الترخيص وبتسبقها خطوة النقابة إن هي بتسجل المنشآت في سجلاتها التعامل مع الجهات دي بيتم مفترض عن طريق الإدارة المركزية أو إدارات العلاج الحر بالمدريات الحقيقة فيه اشتراطات وقلنا في اجتماع الوزير غير موجودة في القانون ما فيش حاجة اسمها منشآة طبية إن لازم نلتزم إنها تكون في إدارة محلية الحقيقة دي قرارات محلية من المحافظين لا أساس قانوني لها سوى إن هو تحصيل رسوم تضخ في صناديق المحافظات وكلام ده قلنا إن هو ده هيبقى الحقيقة بنظرة شمولية أو أكبر ده تأثير على أمن قومي على المنشآت الطبية الخاصة إن هو هيفصح المجال لإحتكار المؤسسات الكبرى والمستثمرين الكبرى سواء أجانب أو سواء مصريين لاحتكار تقديم الخدمة الطبية الخاصة ده شيء مرعب الحقيقة ولازم يبقى فيه تدخل من مؤسسة الرئاسة ومن رئاسة الوزراء في تطبيق القانون ما قلناش إنه مش تطبيق القانون إحنا مهنة ليست تجارية عشان يشترط إنها تبقى فيه وحدة إدارية أو وحدة تجارية إنه مهنة زي الهندسة زي المحامات لا تشترط إنها تقام أو تنشأ فيه وحدات إدارية الحقيقة برضو اشترطاتها مش ضد الحماية المدينية إطلاقاً لكن لازم يبقى فيه توفير وسيلة مناسبة لإطفال حريط لكن الاشترطات المزايد فيها حقيقة يعني ده بتؤدي في الآخر إلى مشكلة الحقيقة هتضر بيه الوسط الطب والمنظومة الصحية وأكتر حد يضر بيها المريض مش الطبيب اه اتكلمنا مع وزير الصحية وهو وعد إنه هو هيتواصل مع الجهات هذه الجهات المرتبطة لتوحيد شباك واحد وهو يبقى فيه الإدارة المركزية للعلاج الحر أو إدارات العلاج الحر فيه المدريات وبينخاطب برضو رئيس الوزراء الاجتماع عشان طلبنا مع هذه الجهات والوزرات عشان نحط قصص ومعايير يتم العمل بها على مستوى المحافظات كلها ما تبقاش مختلفة من محافظة لأخرى نقطة الجزئية التالتة والقضية التالتة اللي الناس بتتكلم عنها التكليف بالنسبة لطبها قولا واحدا مع العجز الشديد والأعداد الموضحة احنا مش بنخبي ولا بنداري ولا احنا جهة نقابية مش جهة تنفيذية حابب نقول اللي حصل واللي شايفينه فيش أي ريسك أو خطر للغاء التكليف على الأطباء البشريين قبل على أقل سبع سنين من دلوقتي لكن المهم انه يبقى فيه خريج للطب مؤهل وكف بالفعل ومدرب في مستشفى وما يبقاش فيه وقت من الأوقات تحصل زي مهن أخرى انه نضطر انه يبقى فيه زيادة عن حاجة السوق وده هينقلنا للقضية الأخيرة اللي هي كليات الطب الخاصة منفعش انها تفتح كليات كده على رسلها بدون أي دراسة لازم نعمل دراسة للمحتاجين والعجز اللي موجود فعلا وهيسدد على كام سنة وبعد كده الاحتياج بعد هذا التشبع الغير زيادة للسوق بعدد الأطباء ما يبقاش فيه في السنوات اللاحقة زيادة فيتم قبول أعداد بكليات الطب اللي محتاجها العمل فعلا وده عايز اقول لحضراتكم ان احنا فعلا كانت دكتور حسين الخيري نقيب الأطباء اقترح عمل دراسة وبدئين فيها بالفعل عملنا طرح دراسة او استبيان للأطباء موجودة على الصفحة لمشاكل وعدد ساعات العمل والأمور التحصل التعصفية والمقابل عشان احنا برضو بنقابل الحياة باختراعات كتيرة وبمزايدات كتيرة ان العمل الخاص هو اللي بيخلي الطبيب يقصر فيه العمل الحكومي حدائما بنقول لو ان الطبيب وجد فعلا في العمل الحكومي اجر مقابل عمل عادل يكفيه مش هيتوجه واغلب الناس مش هتتوجه ليه العمل الخاص عشان كده عملنا هذا الاستبيان مش عشان بعض الزملاء بتعلق على الفيسبوك ان احنا بنجمع بيانات احنا نقابة الأطباء احنا اللي انا عايز اقوله للزملاء احنا مش جهة تنفيذية احنا نقابة أطباء اذا كان مجلس النقابة له قوة فله قوة بحضراتكم واذا كان ضعيف وضعيف ببعد حضراتكم عنه احنا لما بنعمل حاجة بنعمل حاجة بنحط احتمالات تنفيذها او عدم تنفيذها جناء على اه دعم الاطباء لانفسهم قولينا في هذه الطلبات اللي برجوه من حضراتكم ان احنا اه نتفاعل مع هذه القضايا نتفاعل مع مجلس النقابة في الطلبات التي ترونها عادلة ومعبرة عنكم لكن انا بتطالبني كنقابة اطباء كزميل انا باخذ قرار انا مش متخص قرار انا اه مصار للتعبير عن حضراتكم وللتفاوض ولا الضغط ان احتاج الامر كل ده مش هيحصل غير بدعم الاطباء اللي برجوه ان اه نتابع اه نشاط النقابة اللي برجوه ان احنا نشترك ونعطي بعض الوقت في اعلان اعلاننا كتير عن اه ترحبنا بين ضمام حضراتكم للعمل داخل اللجانة النقابية المختلفة سواء في النقابة العامة او في النقابات الفراعية نعطي بعض الوقت لقضايا عامة الحقيقة اه محصلة قضايا شخصية ومحصلة امور شخصية اه ارجو ان انا كنت اجابت عن بعض استفسارات الناس وان شاء الله باذن الله بدعمكم ان شاء الله هناخد خطوات اه تكون اه زاتة اه يعني ان شاء الله باذن الله فوائد ونتائج ان شاء الله وشكرا لحضراتكم